السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وخواتي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة انا جاي لكم بسر وطريقة برجر فراخ زي اللي بتطلع في المحلات بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي افتكاسات ومن غير اي كعبلة زي اللي ما نشوفوها لا موضوع سهل ان شاء الله والحاجات كلها موجودة في البيت بإذن الله ركزوا معها في اللي جاية اول سر معانا اللي انا برجر الفراخ ميفحش يطلع من الصدور لازم يطلع من الوراج دي معلومة معظم الناس بتقع فيها بنسبة خمسين في المية الصدور بتفك على النار الوراج بتبقى محملة تمام فبتزبك معايا وفي الكابس بتاع البرجر بتربط بجيب الكيلو اللي انا فرمته لو عايزين توفرموها عند الراجل قولي لو انا عايزة مثلا الوراج دي افرمها والشين على الناعم وبعد ما اجيبها اصفيها في شنوار او في مصفة اناس للمية اللي في الفراخ خالص ما خليش فيها مية واجيب باسيمة ما خليش مكالكاء لا افكها زي ما انا بافكها اكيدا بعد كده فردها جوا الباسيمة بالمنظر اللي انتو شايفينه ده تاني سر معانا بصل الاحمر هحط نص كيلو بصل الاحمر مفروم تبش معنى البصل الاحمر عشان البصل الاحمر اولا مش حامي تاني حاجة تستو ببقى عالي في التدبيلة ببقى جميل جدا وصفي كويس جدا شايفين بصوا الراكشنات بتاع توشي ما خليش فيها مية افتكر اي حاجة كده انا بقى اي مخنوق منها واحد مش طيقه فاهماني انت مثلا واحدة مش طيقه وفروكي كده نزل المية جيبي اخرك عشان ما ينفعش مية تخش للبورجر عشان ما يفكش منه وصفيه خليس من مية والمية بتاعة البصل دي انت ممكن تحطوها في كيس وتشلوها في الفليزر تصبعه بها كفتة تحطوها مثلا في تسبيكة في اي حاجة ما فيش حاجة في المطبك بتترمى بعد ما خلاص صفت البصل بتاعي وحطيته على البورجر افضل اما تكيسوا بقى اخليهم يحبوا بعض كده يعني فاهميني اوزهم على بعض ولازم نيت تكون صافية يعني صف نيتكو انتوا شغالين في الحاجة والسخنية والمروح اللي وراي دي بتبقى اكلها دماغي فلا قطر خير يعني فبتعملوه الزيت حكو كده وصف نيتو يلا البهارات بصوا معايير البهارات بطريقة سهرب ولا اقولك هتلي امتين جرام مش عارف ايه ولا عشر جرام ايه شايف المعيار السوداء او شايف المعيار السوداء اللي قدامك دي اهو ده المعيار بتاعي معلقتين كارين كوركم ومعلقة بصل بودر ومعلقة تم بودر على بعض وربنا يا ابن انت ينفع تبقى ممثل تطلع في التلفزيون لو عملت فيلم تخرب الدنيا ربنا اكرمك بمخبج يشوفك دلوقتي يقولك تعال اعمل معايا مسلسك اقوله امين حطيت خلاص الكارين والكوركم وحطيت البصل البودر والتوم البودر دي بقى كوزبار كوزبارة نعمة اه كوزبارة نعمة وحطوها ايه برضو المعيار بتاعي معلقتين وحط في الفلسمر معلقة في الفلسمر اللي تحطت دي وده اول بقى المفروض مرقة على بابركة بس مش عارف هي طالع لون اصفر ليه هنا هي الاضاءة بقى معلقة على بعض انا امكسهم وحطيتهم في علبة وباخد منهم على طول هنا بقى دي بهارات الفراخ بتتجاب من عند اي عطار هتاخدي برضو معلقتين تمام قولي له عايزة بتلاتة جيني بهارات فراخ بس يخدي منها معلقتين بصوا فنان بيحطوا البهارات والله العظيم انت يا ابني ميفحش تطلع شيء انت تطلع ممثل يعمل بص برمجانده في مصر وفي العالم العربي باسن الله مخبر ان شاء الله مخرج يشوفك وتبقى ممثل هنا ابقى دي معلقة بتاعتنا السيليكون انتم لو ركستوا جماعة انا رعيته امحطتش ماهوفة عشان ساكل قال shown to the Covid اذا وجد المعلقة السيليكون بتاعتي اوibi ودعب 하면서 على منديل كي امسح المعلقة برضو ايه عشان لو في ريحة فيه بتاع مية انا بتأكد برضو ايه كامان ملف كما الله بشمى هبصوا الحمدلالله مافيهش حاجة eso اخذ المعلقة السيليكون بتاعتي وقلب بيها ايه بالبغراط مع البرجر فراخ اخلوهم يحبوا بعض اخلوهم كده بقوا احنا يينين على بعض امكسهم اوزع البهارات كلها في بعض كده ما خليش حتة فيها بهار وحتة لأ لازم كده فهماني اتعامل معهم بحب يعني انا بعمل الحاجة كده ايه على السلامة بالتناس حاجة كده منفعش تتهان وزي ما انتم شايفين معين وشي ما بيقولش كده بس انا من نياتي بتبقى كده والله عشان كده بقول لكم صف نياتكم بس انا روح تجيبي هنا او روح تجيبي البلانشا عشان الناس اللي بتتسيب التدبيلة كلها وتتسيب الفكرة اللي انا عاملها ويقول لي يا شيف انت اذا بتشتغل على بلانشا غير بلانشا ماشي عم جبتلك بلانشا صفرة او تمام عشان ما تزعلش بلانشة الفراخ اهدع عم سلطان مالك اروح قلب البسيمة بقى على البلانشا ليه قلبتها عشان ابرده اتأكد اللي انا وزعت البهارات صح الفراخ افضل بقى ايه ادعك فيها كده بالروح افضل كده وزعت واجيب بقى من وراء القدام من قدام الوراء كده ايه لازم اتأكد ان انا وزعت البهارات مالك عم مشيف في ايه اهلا كلفزات قطعت ياه ما عليش حاضر تبقى فكرني بقى انا راح المطعم انزل اجيب لك ايه الهد التاني الهد البلاستيكي بس ايه اللي كلفزيت والله بتبقى كويسة في التشغيل حلو بس بتتقطع بسرعة بس فداك عم مشيف اللي انت عايزة باشه والوقت نتحت امرك يااش عمال تحرق انت في كلفزات ربنا يستروا محدش يتفرج عليك انسوا بمطعم والمدرين ويخصموا عليك نص كيس لاغ ناس محترمة اللي انا انا شغال معاهم الله العظيم واستغلوا كل خير قصهم بالله وفعل الواحد تشغال بنفسه وحب معاهم امكس بقى ايه في الفراخ اجيب بقى من وراء القدام ومن قدام الوراء فهزا ما انتو شايفين كده اه الناس اللي بتقول لها شيف هو انت بتقرب ناحية الاكل مش خايف العرق عرق يا باش انت شايفني في القمرا كده بما انا بعيد عن البلانشو اصلا مش عارف انا فيه ناس كده ايه بتخش تقول لكم انت تحرق دم تسيب الموضوع كله وينسكولي في حاجات تفل مهم انا مكست بقى انتقول لها من الناس دي مكست الخلاص الفراخ بتاعتي زي ما انتو شايفينها كده او لما حس اللي خلاص العجينة بتلم معايا بصوا ما فيش حاجة لزقة يبقى انا كده الفراخ بتاعتي اتلمت كويس واخدت البقارات بتاعتها كويسة اشمي بقى ايوه على العصمة ايوه اللي نورة شيف انا شممها من هنا اجيب باسيما نضيفة وااخد العجينة اللي انا عملتها بتاعت البورجر فراخ كده كويس وحطها بقى العب اشييفو العب العب بقى لو عزيب حتة بورجراء الله اكبر بينا من شكلها طب خلطت عتضربها ولا ايه ماشا انا صابر معاك هنا بقى انا بعدت البسيمة تاخد ستريتش اللي هو الغاطة البلاستيك طب لو مفيش ستريتش لو عندي كيس نايلون حطي كده ايه حطيها في كيس نايلون حطيها كده مثلا حطيها بالبسيمة ابو الكروانة حطيها في كيس وفرغي الهواء كويس جدا زي بقى المنظر ده كده وحطيها في التلاجة نص ساعة بصوا حتى انا بصوا الساعة هي نص ساعة حضره شيف نص ساعة وجاي ماشي قفلت الفيديو رجعتلكو تاني هنا الصلاة عالنبي شيف الله اكبر ررلنا العظمة بقى صلاة عالنبي كده معايا يلا هنا بقى بعد نص ساعة انا ليه بحطيتها نص ساعة عشان احنا عندنا في المد بقول لك ايه بيخمر الاكل تمام التبريد بيبقى ليه عامل برضو في اي عجينة كوفتة فراخ اي عجينة لازم تحطيها تريح في الفيليزر الصلاة عالنبي يدوصوا الله العظمة عظمة والله اللي عيجربها هيدعيلي من غير تكلفة ومن غير اي حاجة هنا بقى انا حطيت الملح ايه السر بقى اللي انت تحط الملح يا شيف انا هقولك عالسر برضو اللي محدش يعرفه الناس كتير بتقع فيها والاكل بيتلع ملح منها انا لو كنت حطيت الملح في الاول الملح ده بيدوب هيطلع معي مالح وهيغطي على تست البهارات صح صح اما انا بعد ما خلاص اشرب البهارات للعجينة بتاعتي واتاكد للعجينة بتاعتي بتاعت الكوفتة مثلا او بتاعت البورجر شربت التدبيلة احط الملح اللي انا عايزه عشان انا هخلص وحجبسها على طول وقلل الملح بتاعي يعني الملح طول ما هو قليل انا قدر اعالجه وفي معظم الحاجات الملح بيتعالج الملح الزيادة بس بنسبة 50% يعني ممكن الملح يزيد مني اعالجه في حاجات وحاجات في حاجات ما ينفعش خلاص انا حطيت الملح بتاعي وعجنتها وتمام زي الفل زي الفل اهم حاجة جماعة وانا شغال بقصما بالله افضل دايما اسم الله اسموا الله وصف نيتكم الناحية دي ودوسوا لايك للفيديو وشيروا للقناة وشيروا للفيديو عشان ربنا يكرمنا بقى ايه ونشوف اللي جاي وبالمناسبة انا الفيديو دا القناة بتاعتي توصاكن فبركولي بقى طبعا دا بفضل الله ثم دعو تابيه وامي ثم دعوكم ودعموكم لي ان شاء الله بقى ايه مشكلة قدسي متتحل والمشكلة بتاعت الدرع دي بقى كده فضلنا الدرع بازن الله انا هنا المفروض بقصة يعني بجيب حتة صوارة في حوالي متين جرام متين خمسة وعشرين عايزين تقللوا عايزين تزودوا زودوا بجيب كيس نايلون مقطوع انا اصلا عندي كياس شرايح بس انت لو عندكم كياس شرايح هاتوا كيس وافتحوه وده المدبس بتاع البورجر احط حتة الفراخ في النص في نص الكيس واقفل عليها واجبس هتطلع بالعظمة دي إلعى باشيفه لا العظيم بصوا بعاملة بحنية ازاي الله اكبر إلعى باشيفه على العظمة الصلاة عن النبي بسم الله واشاء الله بسم الله واشاء الله دعواتكم النبي عايزين نكسر الدنيا في اللي جاي شايفين البرجرية عاملة ازاي شايفين الجمال والله العظيم تلاتة انا معايا تلاتين اربعين بهار وتلاتين اربعين طريقة بس انا بحاول وبسطلكم عشان دعواتكم دعواتكم لي ويا رب محد ياخد الفيديو ياخد الطريقة وينسبها لنفسه بس مش مهم كفاية الناس بتبقى عارفة الطريقة بتاعت مين زي كده كبدة بالسيفن الله اكبر ناس كده اخدتها ولي عايب علي ولي مش عارف ايه بس مش مهم اللي عند ربنا كتير ولي قولك احنا اول مرة نشوفه كبدة بالسيفن ولي قولك دي طريقتي ولي طلع تقولك هو انا جربتها بس ما ترعتش الفرق كتير وهي اصلا مكملتش الطريقة كاملة واكتني حاجه انا معلش انا كفاية الناس اللي جربتها وبيت تدعيلي دي عندي بالدنيا فمش مهم اللي عند ربنا كتير انا بفيد اخواتي وحبايبي وكفاة دعوتكم محدش دامن عمره حتى لما الواحد ربنا يفتكروا لاقي اللي يدعيله يقول الله يرحمه قبل اي مال يارب اكونوا فوتكم ويارب ما كونش تقولت عليكم وزي ما انتم شايفين البرجورايا هو الله اكبر جربوها وان شاء الله هتدعولي ومحتاج دعمكم وشيروا وحاجات جميلة كلا منكم وكومنتاتكم جميلة ويارب دايما نكون فحسن ظنكم وان شاء الله انتظروا فيديو الدرع وفيديو اللي حصل معايا وانا على قناة اليوتيوب والناس اللي حربتني والناس اللي واقفت جنبي بكلامهم والناس اللي كانت بتدعمني وهقلوك على اسرار كتير يارب اكون فوتكم وكل سنوانت طيبين اشوفكم على خير